بمناسبة العيد وكل سنة وانتو طيبين وكده مش عاوز ابدأ كلامي عن فيلم اللعب مع العيال بالسلبيات حبتدي اتكلم عن ايجابيات الفيلم الاول وبعدين انتقل للسلبيات وعلى رأس الايجابيات عندنا الموسيقى التصورية الرائعة لمودي الامام ودلوقتي نقدر نتكلم في السلبيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو اللعب مع العيال احداث الفيلم بتدور عن المدرس الشاب علام اللي بيقدم طلب نقل الشرم الشيخ عشان يهرب من سيطرة عيلته عليه ظنن منه ان الدنيا في شرم الشيخ هتكون بحر وبكيني وهيصة ولكنه بيتفاجئ لما بيوصل هناك بان الاحوال ما تصرش المدرسة اللي المفروض يشتغل فيها في قلب الصحراء معزولة ومهملة وقذرة ومهم جدا في النقطة دي نفتكر التحذير اللي كان في بداية الفيلم في بداية الفيلم خالص قبل التترات قبل اللوجو بتاع شركة الانتاج بان احداث الفيلم ده بتدور سنة 2010 خد بالك علام بيحاول يهرب من وظيفته ولكن بدون نجاح لان اهل البلد ما صدقوا يلاقوا مدرس عشان يعلم ولادهم لذلك بطلنا ما بيلاقيش قدامه اي حل غير انه يكمل مهمته على الرغم من كل الاخطار اللي بتقابله وعلى رأسها مجرم خطير فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلمنا زي ما انا حكيت قصته كده قالب معهود وما فيهوش اي شيء جديد اتعمل منه عشرات الافلام والمسلسلات اخرها عندنا في مصر كان مسلسل بلطه الدنيا كلها قائمة على بطل بيعاني من عيوب كبيرة في شخصيته الصدفة بتعزله في مكان مش مناسب ليه على الاطلاق واحداتنا بتبتدي بتنافر وسراع لغاية لما التجربة بتخليه بني ادم احسن وبدوره بيحسن من احوال المكان اللي هو موجود فيه مسلسل بلطه كان تبنى القالب دوت ونجح بيه نجاح مبهر لان تصميم الشخصيات كان جذاب جدا ولان المسافة ما بين الكوميديا والدراما كانت مقبولة وطبعا فريق الممثلين بتاعنا كان عنده قبول كبير جدا الدنيا في اللعبة مع العيال للأسف ابعد ما تكون عن النجاح ده بان من بدري قوي ان الكافة ميلة جدا ناحية الكوميديا ومش اي كوميديا الكوميديا الهزلية الكاريكاتورية الى اقصى درجة ما بيقابلناش اي حدث او اي شخصية ممكن ناخدهم على محمل الجدية وقا يا جماعة انا اقصد كل لحظة وكل شخصية ودي مش المشكلة كلها دي مجرد جزء من المشكلة الجزء الاكبر من المشكلة هي ان الكوميديا بتاعت كل اللحظات دي وكل الشخصيات دي من اتقل ما يمكن ممكن بسهولة جدا اقسمها لتلات فئات الفئة الاولى هي الكوميديا الطفولية جدا اللي ممكن تنجح مع المشاهدين الاصغر سنا الفئة التانية هي كوميديا ممكن نتحسس فيها حسن النية حتى لو ما كانتش نكحة والفئة التالتة مع كل اسف وانا ما بستخدمش الالفاظ دي بسهولة ولكن درجة الغلاسة اللي فيها مش معقولة وهو ده النمط اللي استمرت عليه الاحداث من البداية للنهاية حتى العلاقات اللي بيوفرها القالب بتاعنا تم تناولها داخل الفئات دي علاقة الاستاذ بالتلاميذ مجردة تماما من العاطفة العلاقة الرومانسية مبين بطلنا ومبين بنت البلد اللي هو موجود فيها مجردة تماما من الرئة حتى العلاقة مبين بطلنا ومبين شرير القبيلة مجردة تماما من التجديد مشاهد محمد إمام وباسم الصمرة من كتر ما هي مكررة صعب جدا أفتكر مين فيهم جي قبل مين طبعا بقى مفتري قوي لو قلت إن كل المحاولات الكوميديا داية ما خلتنيش أضحك على الإطلاق ضروري تحكت في بعض اللحظات ما هو طبيعي جدا لما توعد تمطر علي من أول دقيقة لآخر دقيقة إن أنا شوية أتبل بس حقيقة التقييم العام للكوميديا بتاعة الفيلم مثيرة جدا للإحراج إقاع في المينة كمان للأسف ما بيساعدش تماما في اللحظات اللي أنا تحكت فيها كان عندي أمل إننا بقى نمسك في ده في الجمل دي في التوقيت ده في التعبيرات دي بس اتضح لي بسرعة جدا إن كل دي كانت عيارات طيشة لكن الكوميديا المصممة المقصودة كانت رايحة في سكة تانية خالص ما خففش علي تجربة المشاهدة فعلا إلا موسيقى مودي الإمام اللي تفقلت من ساعة لما شفت اسمه على تترات الفيلم أولا لإني بحب الموسيقى بتاعته جدا وتانيا لإن أنا شايف إن هو صاحب مدرسة فريدة جدا في توظيف الموسيقى مع الأحداث من بصمات الموسيقى التصورية المودي الإمام هي تلحين الجمل الحوارية بمجرد لما الممثل يمسك ريتم معين في جمل تلاقيه بيلحنهاله وده عادة بيرفع من كوميديا أي فيلم درجات ودرجات ده طبعا بالإضافة للشخصية المتفردة للموسيقى بتاعته واللي مش بس بتساند الكوميديا دي بتساند العواطف بتاعت أي مشهد مهما كانت أهدافه هل ده تعمل في الفيلم ده بكل تأكيد تعمل وبكل تأكيد موجود هل ساعد في أي حاجة مع كل أسف لأ طيار موسيقى مودي الإمام اللي كان بيحاول يدفعنا لقدام كان بيقابل طيارات كتيرة مضادة بترجعنا الورق منها الإقاع وطبيعة الكوميديا والإصرار على الهزل زي ما قلنا ومنها للأسف تصميم الشخصيات من شوية شكرت في تصميم الشخصيات بتاع المسلسل بلطو مثلا مع احتمال إن المسلسل يكون ببساطة محظوظ لأنه تعامل مع شخصيات مستوحى من أحداث حقيقية المرات دي احنا طبعا بنتعامل مع شخصيات من الخيال بس مرجع النجاح يا دوبك لسه بصين عليه ليه نقدم التشكيلة المشوهة دي محمد إمام بيستعير مرة أخرى كتير من أبعاد الشخصية بتاعته في فيلم أبو نسب الجبن والخوف والتردد وضعف الشخصية والحاجات دي كلها يمكن حتة الدلع الزائد اللي كنت انتقطتها مش موجودة في الفيلم ده بس الباقي كله موجود ومعتاد ومكرر والإصرار على تقديم كل أبعاد الشخصية في إطار من الهزل مساعدهاش اللي بيستجدعه ما بقتش فاهم بيستجدعه على إيه واللي بتحبه ما بقتش فاهم حبته ليه حتى التحول المحتوم بتاعه أكاد أؤكد إني ما شفتوش هو على آخر الفيلم تحول وخلاص أما على صعيد الشخصيات المسندة فللأسف مفيش أي حاجة ملفتة باسم الصمرة بيعيد استنساخ أبعاد الشخصية اللي قدمها في فيلم تيتا رهيبة بيومي فؤاد الحقيقة ما كانش وحش ويمكن المرات اللي اتحكت فيها كان بسببه أسماء جلال الكويس لا مفيدة ولا مضرة مصطفى غريب أنا حزين جدا أني بقضي معا الوقت ده كله فيلم وما بتحكش ولا مرة لأنه هو أصلا مشاهده كلها شبه بعض ويزو ونفس نمط الكوميديا اللي ممكن نتوقعه من أي فيلم موجودة في ويزو اللي هو وصل لنقطة النفور الاجتماعي في المرحلة دي الولاد بتوع المدرسة كان عندهم درجة قبول كويسة وخصوصا ولد صغير تختوخ كده كان اسمه حنيزة باين أو حاجة زي كده ولو عاوز أرضي ضميري في الإيجابيات مواقع التصوير كتير منها كان رائع ومعانا في الفيلم ذئب مخلق بالكامل بالمؤثرات البصرية الرقمية وحقيقي كان متقن جدا وإن كانت دي حاجة برضو الفيلم مش سيبني أفرح بيها لأن وجود الذئب ده في الفيلم أو حالهم بأنهم ينقلوا مشهد من دانسز ودوولفز فيلم اللعب مع العيال خطوة الورى لكل اللي شاركوا فيه كنت متخيل أن تخلي محمد إمام عن العضلات والضرب والبطولة الدائمة ممكن يفيدوا وفي تأدير الشخصي هو فعلا كان مفيد جدا فبناسب لكن للأسف داخل قالب مهترق زي بتاع اللعب مع العيال ده ما كانش مفيد على الإطلاق لو الدور ده هو استثمار باسم الصمرة لارتفاع أسهم شعبيته في الفترة الأخيرة فكل اللي قدر أقوله هو يحساره مصطفى غريب ومحمود السيسي الفيلم دوت مش حيساعد خطواتهم أسماء جلال الفيلم دوت ما بيضفش أي دليل إضافي لقدرتها الكوميدية زي ما تعرفنا عليها في مسلسل أشغال شقة وللأسف ده الفيلم التالت على التوالي اللي بيشهد تراجع لشريف عرفة لأن تقييمي لفيلم اللعب مع العيال هو تلاتة ونص من عشرة وحقيقي أتمنى أن يكون في فرصة لتدارك الإخفاق ده عند الجميع منقشة الحلقة أتصور دلوقتي أن الفيلموجرافي بتاعة محمد إمام بقت تسمح أن احنا نصنف جواها شوية فعاوز أعرف إيه فيلمكم المفضل من بطولة محمد إمام ياريت تساهموا برأيكم في الكومنت ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات أول بول تابعوني على تيك توك وإنستجرام وفيسبوك وإكس وبي باي اشتركوا في القناة